اشتركوا في القناة الموافق على توصية تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي على أن يأخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة حيث أكدت اللجنة أهمية إنشاء هذا المركز بهدف تحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي للدول الأعضاء في المنظمة فيما قرر الموافق على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بعدم الموافق على مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون إيجار العقارات يأتي ذلك فيما انتهى المجلس بالموافقة على توصية لجنة شؤون الشباب بالموافقة على مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي والذي يهدف إلى الارتقاء بالرياضة وفق قانون متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين فيما يخص الاحتراف الرياضي جاد مثل هذه البيئة التشريعية أيضا ساندها صدور المرسوم مؤخرا بشأن الخصخصة في مجال الأندية والشركات التجارية فكل ما نشهده من موافقة في هذه الجانب تسند التشريعات المقبلة في التجارة في مسألة ادخال الاحتراف الرياضي في المجال التجاري وإعطاء مساحة كبرى لدعم الأندية وتمويلها ودعم أيضا اللاعبين وجودهم في إطار مهنة يمتهنونها في مجال الرياضة والاحتراف قدمنا اقتراح بتعديل المادة ألف برقم 99 من قانون العمل هذه الاقتراح بتعديل يشمل موضوع العقود ويحقق التوازن بين صاحب العمل وبين العامل ترجمة نانسي قنقر